ومن رمال الله ينضم إلينا جمال جمعة منصق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان أهلا بك سيد جمال على شاشاتنا الصورة التي جاءنا بها مراسل الغد ضياء حشية تعبر عن مأساة وحصرة رجل يرى أرضه وعليها محتل غاصب يبني بيتا له ويعبر عن الحصر والضيق في الحال كيف تصف لنا واقع الكثيرين ممن جاءوا في هذا التقرير وفي غيره على الأرض يا سيد جمال نعم هذا حال يمكن العشرات إذا لم يكن المئات أو الألاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق حول القدس والمناطق المستهدفة التي تسمى مناطق جيم في تجمعات بدوية بالكاملة أصبحت مهددة بالهدم وتهدم بشكل يومي على شكل بيوت هنا وهناك هؤلاء الناس أمام حرب معلنة عليهم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي حرب تجويع حرب منع من كل أشكال الخدمات من تعليم من صحة من بنى تحتية من وصول إلى أرضهم من استخدامها محاولة تحرمانهم حتى من أبسط صبل العيش وحقوق الإنسان المياه فبالتالي المخطط من كل ما يتم عمله هو إفراغ هذه المناطق وهذا ما يريدون طيب يا إسرائيل أصدرت قرارات بالاستلاء على مناطق وأراضي في القدس وفي الدائرة المحيطة من الضواحي يا سيد جمال ما هي المساحات التي تم استقطاعها حتى الآن من الفلسطينيين المنطقة المستهدفة هي كل مناطق سي وهو مناطق القدس أيضا فأنت تتحدث عن حوالي 62% من مساحة الضفة الغربية ألاف الدنومات حول القدس عندما تتحدث عن حزمة تتحدث عن عن الكرة شمال غرب القدس 17 قرية عزل الجدار حوالي تقريبا 30 ألف دنوم من أراضي هذه الكرة حزمة أصبحت محاصرة كل أراضيها باتجاه الأخوار أصبحت لا يمكن الوصول إليها من البؤر الاستيطانية التي تحاصرها من كل جالب نتحدث عن ألاف الدنومات وهنا الخدعة في هذا الموضوع عندما يأتي مستوطن ويضع خيمة في أطراف قرية ليس فقط تلك الأرض التي يقيم عليها هي التي تصادر وإنما يمنع الفلسطينيين ما بعد هذه المستوطنة لذلك إذا نلاحظ أن المستوطنات والبؤر الاستيطانية تم وضعها على مشارف القرى على مداخل القرى لعزلها عن أراضيها وبالتالي تصبح مستحيل وصول الناس إلى هناك هناك نقطة غريبة ربما جاءت في تقرير سيد جمال يأخذون الأرض ثم يحيطونها بأسوار ويبقى لها مدخل واحد وكأنها نوع من أنواع السجون ليس كذلك؟ لماذا؟ بالمناسبة من بعد اجتياحات الضفة الغربية في 2002 كل القرى الفلسطينية عندما تتجول في الضفة الغربية تجد أن هناك بوابة صفراء عبارة عن حديد يستطيعون إغلاق القرية في أي وقت كان نعم هم يتعاملوا مع الفلسطينيين كمعازل وسجون يحاصلون الفلسطينيين فيها يستطيعون أن يتحكم بحركة الفلسطينية ما تشاءوا منظومة الطرق التي يتم عملها الآن والتي تحت الإنشاء ما نسميها طرق الفصل العنصري 1400 كم طرق للمستوطنات وطرق بديل الفلسطينيين يقطعها 48 نفق هذه تستطيع إسرائيل فرض منع تجول على كل أنحاء الضفة الغربية تعزل مدنها عن قراءها في أقل من ساعتين بإغلاق هذه البوابات وهذه الجسور أيضا إذن هناك مخطط بعيد المدى للحصار الفلسطينيين على شكل سجون داخل قراءهم ومدنهم ومن المقابل هناك يتم عملية توسيع بشكل هائل جدا الاستلاء على الأراضي بناء المستوطنات البؤر الاستيطانية وهناك اليوم سياسة خلال السنتين الماضيتين سياسة البؤر الاستيطانية يأتي مستوطن ويضع خيمة على رأس جبل يسيطر على ألفين دنوم أو أستلاف دنوم كما هو حاصل في الأغوار كما هو حاصل في جبال الضفة الغربية ومن حضرات غور الأردن كما هو في منطقة نابلس والمعاطق المحيطة فيها وبالتالي هذه البؤر الاستيطانية تسمع عملية ربما للمستوطن كيف يمكن التعامل مع هذا الواقع كيف يمكن مجابهة هذا الأمر كيف يمكن أن يكون هناك نوع من أنواع الإيقاف لهذه الحملات لاستقطاع الأرض سواء عن طريق ذرائع أمنية أو ذرائع استيطانية أو حتى عن طريق الغصب على الفلسطين كيف يمكن أن نجابل جميعا هذا الأمر يا سيد جمال بصراحة ما يتم هو حرب مفتوحة على الفلسطينيين بشكل عام وعلى مستقبلهم ونحن كفلسطينيين للأسف لا نواجه هذه الحرب المفتوحة بنفس المستوى من خطورة الموقف لا يمكن أن تبقى العلاقة مع إسرائيل كما هي في هدوء طالما أنها تسلب كل شبر من تحت أقدام الناس في هذه المنطقة وتفرض واقع جديد ينتهي كما كل يعلم من القيادة حتى الشارع يعلم أن هذه منظومة فصل عنصري وهذه منظومة حصار وسجون في الضفة الغربية ولن يكون هناك دولة فلسطينية لذلك الحل هو ثورة فلسطينية شاملة بدون مواجهة شاملة مع الاحتلال بالشارع انتفاضة على شاكلة الانتفاضة الأولى قطع العلاقات مع إسرائيل تعزيز حركة المقاطعة لا يمكن إسرائيل أن تتوقف عن ما تقوم به على أرض الواقع طالما أن الفلسطينيين هادئون وطالما أن العالم العربي منشغل بمشاكله وأن أمريكا تحاول وتضغط على الفلسطينية وتحاول أن تشرع لكيان الاحتلال ما تقوم به على الأرض سيبقى الوضع من سيء إلى أسوأ ولكن نحن نراهن على الشعب الفلسطيني نحن نراهن على الشعوب العربية وعلى كل أحرار العالم بالنهاية هذا ظلم ما بعده ظلم ولا نعتقد أنه سيستمر شكرا جزيلا جمال جمع منصق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان ضيف الغد شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة